خمس مشاهير غيمر الجزء الثاني هلا والله جبلان لكم اليوم خمس ممثلين مشاهير يسمون نفسهم غيمر زيلا هم يلعبون ألعاب قبل ما نبدأ لازم أقول لكم أن هذا الفيديو براعاية هورايزون 2 فور بذين ويس ولا تنسون اتضروا اللايك وشاركوا بالقناة وفعل الجرس والحين خلونا نبدأ أول مثل معانه هو ماثيو بيري اللي من فرنز وطبعا معروف أنه شخصية شاندلر المحبوب من مسلسل فرنز طبعا لأعمال كثير غيرها في أفلام كوميدية مثل 17 أجين وغيرها وماثيو يحب يلعب جيمز من زمان طبعا لازم يعلمنا أنه إيش آخر شي يلعبه بيخفى الدم على الإنترنت في سنة 2009 نزل تغريدة يقول لمتابعينا أنه كان قاعد يلعب لعبة كلونوا على نتندوي وهو مولابس منطلون وغير كذا كان مرة طايح في غرام ألعاب فول آوت خصوصا فول آوت 3 لدرجة قدر يلعب دور شخصية بني في جزء فول آوت نيو فيغاس وطبعا مع خبر الريميك للعبة كلونوا فاحتمال كثير أنه بنشوف مرة ثانية ما في فريد يتكلم عنها ثاني ممثل معانه هو المحبوب جاك بلاك واللي شفناه في أفلام كثيرة منها جومانجي الجديدة وأيضا فيلم سكولر راك وكونك فو باندا وواحد من أفضل أفلام بالنسبة لي أنا هو تنيشيس دي and the pick of destiny طبعا جاك بلاك لهباع كبير في الألعاب لأنه كان ممثل وصوت في لعبة بروت الليجند وحتى وجهه أيضا في اللعبة كان موجود و2018 فتح قناة بليوتيوب مخصوص الألعاب اللي هي اسمها جابلينسكي جيمز واللي فيها مقاطع كثيرة هو عياله يلعبون الألعاب ويسي معهم سمجات يجننهم فيها والحلو في الأمر أنه ولد جاك بلاك كان يلعب ألعاب Five Nights at Freddy وطبعا هي لعبة مرعبة جاك بلاك نفسه كان يخاف لعبها لكن ولده كان يلعبها بكل شجاعة قدامه ثالث ممثلة معنا هي ميلا كونيس واللي لها أعمال كثيرة في أفلام ومثلسلات مثل الكوميدي المشهور The 70's Show وفاميلي غاي وأفلام مثل ماك سبين الممثلة كانت مدمنة على لعبة World Warcraft وقالت في مقابلة مع جيمي كيميل أنها كانت تدخل مع القلد حقها من أيام الطيبين قبل ما يكون في شيء اسم ديسكورد ومرة تكلمت بالغلط مع واحد من القلد وعلى طول عرف الصوت وأيضا تحب ألعاب مثل Call of Duty رابع مثل معنا هو زاك إفران واللي ظهر في أفلام ديزني ولها أعمال ثانية أيضا مثل فيلم Bad Neighbors وأيضا The Greatest Showman زاك جيميل كبير جدا ومالعاب مفضلة له هي سلسلة ألعاب هيلو في سنة 2007 الممثل حضر حفل نزول لعبة هيلو 3 ومع كل الشعب في مدينة لوس أنجلس على وقتها وجلس يحرق في اللعبة بعد منزلت طول الليل خامس ممثل معانا هو الياجاود والممثل اللي كل يعرفه بشخصية فرودو من سلسلة الأفلام Lord of the Rings وصار موقف في لعبة Animal Crossing New Horizon أنه واحدة كانت تلعب وكالعادة كل يوم تشيك سعر الزنجبيل وحطت تغريدة بالسعر اللي عندها وفاجأها أنه دخل جزيرتها لاعب وطلع هو الممثل الياجاود اللاعبة طارت من فرحة نزارها وقعدوا يلعبوا مع بعض ودق سوالف مع بعض وهذه كانت خمس ممثلين جيمرز الجزء الثاني إذا فاتكم الجزء الأول اللي هو كان فيديو توب تن تركنا لكم رابط الفيديو بالوصف تحت كان معكم بعد الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة